اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الشعارات طبعا في هذه المحاضرة راح نصمم شعار شركة LG الشهير اللي هو الابتسامة على هيئة كلمة LG طبعا في البداية راح نفتح مساحة جديدة راح تكون 500 في 500 بيكسل ومن ثم طبعا create الآن راح نرسم دائرة طبعا ولدكن في هذه المساحة طبعا راح تكون هذه الدائرة بدون خط يعني بدون بوردر وراح نختار اللون البرتقالي او الوردي عفوا هذا اللون جيد الآن راح نجي نرسم دائرة اخرى هذه الدائرة راح تكون بدون تعبئة ولكن راح تكون باطار عكس الدائرة الاولى راح نعطيها 10 بيكسل او بي تي لسمك الخط وليكن بهذه المساحة طبعا حتى تكون الدوائر بالمنتصف بشكل مضبوط نروح على اللاين في حال اللاين مموجود طبعا عندنا هنا اللاين من قائمة ويندو shift to F7 جيد نختار توسيط عمودي وتوسيط افقي راح تكون الدائرتين بشكل متكامل الآن راح نفصل هذه الحلقة من هذه المنطقة ومن هذه المنطقة وراح نحذف هذا ربع من الدائرة طبعا نجي الى اداة القص هذه اداة القص اللي هي موجودة بجانب الاريزر نجي نختار اداة المقص وطبعا نجي نفصلها بهذه المنطقة وهذه المنطقة الآن من اداة ال direct selection راح نحدد هذا الجزء او ممكن من اداة ال selection حدد هذا الجزء و delete الآن راح نجي نضغط على ctrl r حتى تظهرنا المصطرة طبعا راح نخلي بهذه المنطقة مصطرة وبهذه المنطقة مصطرة الآن نجي الى اداة الرسم الخط نرسم خط بهذه المنطقة وطبعا راح يكون بلون ابيض نعطي 10 bt للسمك جيد الآن راح نجي نضيف خط اخر بنفس الطريقة راح نرسم مثلا بهذه المنطقة وعن ممكن نكبر قليلا مساحة الخط وطبعا ننتبه انه هذا الخط يكون بهذه المنطقة الآن نحدد الخط الصغير مع الخط الكبير وطبعا راح ينزل هذا الخط بالمنتصف يعني بالمنتصف يكون بهذا الخط يعني هذا الجزء الاعلى وهذا الجزء الاعلى بحيث يكون متساويات الآن راح نضيف خط جديد ونرسم من هذه المنطقة الى نهاية هذا الخط تقريبا ممكن انه نزيد بالمساحة بهذا الشكل الآن راح نضيف دائرة طبعا هذه الدائرة راح تكون بهذه المساحة تقريبا وراح تكون باللون الابيض ممكن نقلل من الستروك الى خمسة حتى تكون الدائرة صغيرة نوعا ما لا بأس انه نصغر من عدها ممكن تكون اثنين ملائمة طبعا هذه الدائرة تكون بمستوى نهاية هذا الخط تقريبا وهذا الخط بنهاية هذا الخط وطبعا هذا العمود يكون بمنتصف الخط اللي حددناه من خلال المسطرة لاحظ انه اصبح عندنا شعار شركة الجي باحترافية تامة وببساطة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى